انا ملاحظ ان العربيات الغالية هي اغلبة فراري صحيح فراري تعتبر من اعرق الماركات واللي خليها غالية انها كانت دائما تفوز بسباقات عالمية من ايام الستينات انزو فراري مؤسس فراري اصلا هو متسابق سيارات دي عربية انا حس ان انا ممكن اركبها عربية شبه طبيعية وشبه حاجات جيمس بوند طبعا جيمس بوند اوستن مارتن بس يعني دي فيها حاجة حلوة كده هذه السيارة اللي كسرت رقم التو ففتي جي تي او وفازت عليها واسرع منها هذه اسمها فراري تو ففتي شورت ويل بيس هي اللي كسبت الوحش الاولى هي اللي اسرع منها طبعا ما صارت اغلى منها بس انها اسرع منها اسمها تو ففتي شورت ويل بيس كمبتشيوني سعرها تقريبا ثلاثين مليون باوند مئة وخمسين مليون ريال تعتبر السيارة دي برضو بنص مليور عندنا نص مليور جنيه مصري هذه نص مليور صحيح صحيح ومن اجمل السيارات اللي موجودة في المعرض هي حي لو تسألني في الاختيار يعني لو انا حاخد عربية معايا وانا مراوح انا اخد دي تستاهلها وهي تستاهلك ودي موليد سنة كم اه 64 اه اوكي كلها اغلب العربية دي في الستينات يعني فينتج كارز يعني عربيات قديمة صحيح وطبعا اكيد نقلها واكيد اتفاق معها كل ده قهدي يعني هي القضية اصده في المعرض مش عدد العربيات الكواليتي النوعية مش الكمية وهذه نوعية السيارات هي اللي تجيب لك زوار من حول العالم انهم يجون يشوفون السيارات هذه اللي في بعضهم ما حد شافها في حياته انا اول ما دخلت قلت لهم وروني العربية اللي معديها المليار على طول هي point of attraction يعني صحيح صحيح